النادي الاهلي فيه دور مهم جدا انت ما بتنافس او ما بتحب تنافس حد قوي بتعمل كل جهدك يعني وفي الحقيقة احنا طبعا كلنا طلعنا النادي الاهلي اسم كبير واسم عارق جدا واحنا ابتدينا مش ابتدينا ابتدينا من حيث ما انتهى ليه النادي الاهلي ابتدينا كده ده اللي يمكن نجحنا شوية مع اقدارها بصراحة بكل رؤساء مجالس الادارة اللي جم الناس ما بيبخلوش خالص طبعا كل ده وفي وجود كابتن الامام فكان مدينا طاقة كبيرة جدا الكابت الامام يعني ما ينفعش اتكلم عليه مصر كلها عارفة هو بيعمل ايه وبيششغل ازاي فكلنا اتربنا على الحتة دي كلنا بقينا بنحاول نعمل احسن حاجة تملي فيه ونفس على طول شايفين حد كبير اوي فاحنا عايزين نوصل لهذا الحد والحمد لله اعتقد ان احنا محتوتين على التراك صح دلوقتي ومن ضمن زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان احنا من ضمن احسن قطعات ناشئين في مصر طبعا ما فيش حد بيوصل احسن بس احنا بنحاول تملي ان احنا نوصل للاحسن يعني تملي احنا قطعات ناشئين بنحاول ان احنا نستفاد منه فريق الاول ويمكن حضرك لو عملت احسن صغيرة كده زمان كان نادي الاهلي اغلبية مصر فيه لعيبة منه دلوقتي امبي تقريبا شوية بقى عنده نفس القدرة دي في كل اندية الدور الممتاز هتلاقي العيب كان اساسه من امبي ودي حاجة كويسة بس احنا وصلنا شوية دلوقتي اعتقد ان احنا بقى عندنا نوعا ما تضخم شوية في قطعات ناشئين بالنسبة كالعيبة كويسة يعني انت صعب ج انا بيبقى عندك فرقة زي 97 مثلا عندنا تقيمهم كلعيب انا شايف انهم يلعاوا كلهم دور المتاز بس صعب ان انت تطلعهم كلهم الفريق الاول فبقى عندنا شوية تضخم ولازم بيحصل نوع من انواع التسريب بالنسبة لعيبة كويسة يعني ممكن لعيب يبقى يشوفوا مدير الفني عندي في الفريق الاول ما في الوقت الحالي ما يبقاش بالنسبة له كويس مجرد ما بيخرج بيبقى نجم في حتة تانية وبيبقى فشوية عندنا تضخم في الحتة دي صلاح محسن صدقني لسه محدشاف صلاح محسن انا بقولك كمان تلات سنين فرود مصر الاول وبدون منازع طبعا بسلم على الكابتن اسامة حسني والناس الفراودة اللي انا كنت بحبهم جدا هما في الملاعب انا بس كنت عايز اوجه كلمة شكر لو سمحت لي مجلس ادارة الحالي برئاس المهندس علاء خشف رئيس المجلس والاستاذ ذكرية السيد نائب رئيس المجلس والمشرف العام على قطاع الناشئين بجد بجد هما عاملين لنا شغل كبير جدا اتمنى ان احنا السنة دي نحاول نحاق اللي احنا حقنا السنة اللي فاتت انما الشكر ده خاص ليهم لانه فعلا لو حراج بتشوف الاسد ذكرية ما بيجي وعد لساعة 8 بالليل المهندس علاء في اي وقت في اي حاجة انا عايز اقولك احنا بعد الطريق السيوسة ما بتعمل دلوقتي مهندس علاء امر بعربيتين من الشركة يتعملوا شاتل عشان ولا ولا امر ولا لاعب ولا اقداري ولا اي مدرب يعد الشارع لان الشارع بقى خطر جدا احنا بنحاول ان شاء الله نعمل كبر اقصد اقولك ان هما اي حاجة بيحسوا ان هي ممكن تساعد الولاد بيعملوها فبعملوا فانا من خلال قمرة النادي الاهلي انا بشكرهم جدا وان شاء الله نوعدهم ان احنا نحاق مزيد من الانجازات ان شاء الله